يلا بسم الله الرحيم هنتكمل بقى ان شاء الله الكيسي فالكيسوا معي بقى لشان نحاول ايه خلص الجزء اللي فاضل ده هحاول ان انا اختصر قدر الامكان انا بس هحاول ان انا اديكم معلومات لما ان شاء الله ترجعوا تقروا الكلام ده مفروض يعني ان انتوا قرأتوا الكلام ده وترجعوا لكن يعني حتى ترجعوا تقصوا على الكلام ده نظري الحيث ان انتوا ايه عن دقة خلفية عن الموضوع ده ايه اللي احنا شايفينه ده ايه بونين بون يعني بونين بون ده تيرم بيتقال اكتر في الاكسري على اساس في حتة سكليوروتي الجوة العظم زي مسلا قصة الحاجات اللي احنا شاهدنا شوية لكن على كل حال احنا هنا عندنا هتروجين اسماروس ايجنال في كل الفيمر في التي وان وفي التي تو ولو خدنا بالنا كده هنلاقي هنلاقيها سربجنس شوية سربجنس شوية فده دي حالة كانت دي بنعرفها بالمراي بالسربجنس وبي الدبل لاين بسموه الدبل لاين بسبب الايه الاسكليوروتي هي هي ازباب الاوباسكولار نكروز بس احنا نسميها اوباسكولار نكروز في الغالب لو اخده الهيدو في امر واخده ايه لكن لو اخده المضلة والمتافس وكده نسميها ايه بونين فاركشنس فهي هي نفس الكلام انه يطلع جوشة ويطلع جوشة ويطلع سيكيل سيل ويطلع ستيرويد عنده ويطلع جوشنس عنده ايه شيء ساعات يروح الكلكينيس ماده مناخيرها تروح وصل لحد النافيكلاربون وتعمل ساعات الكلاليشن ويبقى فايبرس او كارتليجنس لكن يعني لو اصيس ويبقى في الاخسري بحاجة اسمها انتسياتر نوز ساين انتسياتر نوز ده مناخير الحيوان مش هارف اسمه ايه المهم في الاخر هو الانتيرو بروس الكلكينيس لو عملت الابليك فيو برضو تلاقي النافيكلاربون yasica يسمو ksen yashica نوع التاني من الطائل Complex انه الكلكينيس هو المفروض ان في الكلكينيس ما بينهم بالطبيعي الموض anc pretty and post العرش الأول easier بحتة البروزيس طالع من الكالكينياس اسمها ساستنتاكيلام تلايز, الروزيس كده طالع من الكالكينيوم علشان يسندتيليس. فيسموش الساستنتاكيلام تلايي والتيلز ارتكليت معها في حاجة اسمها ميدل اه تيلو كالكينيال ايه? ايه? ارتكولاتي. لحضا ممكن هزا الجوينت يختفي بيحصل بوني فيوجين. يبقى اسمه برضو ايه? تيلو كالكينيال كواليشن. بالذات في الميديل فاسد. اللي هو المنظر ده دي كان المفروض يبقى هنا في جوينت لحموا ببعض خاص معاش في جوينت في قسموا ايه ده سي تي طبعا ماشي الاكس راي لا الاكس راي مستصعبة الاكس راي بيبان بحاجتين بتبان لها الساين الاولاني انك تلاقي الانتيرو البروسوس بتاعت او الانتيرو اسبكت بتاعت التيلس طولت قوي بيسموها تيلر بيك تاني حاجة انك تلاقي تاني الحاجة هيا الساين هو الكلمات ايه الاستريبيوشن وايه اللي موجود واخد عندنا سكافو والسكافوتربيزيم هنا فيه شوية ارثرايتس وشوية ايه اوستيواتيس ده خاصية من الخصائص الاوستيواتيس وبعدين الحد ما التالبي؟ لكن واخد البروزيميل واخد كمان لايه اوستيو فايتوزز لكن في نفس الوقت كمان عامل شوية اروجينز وعملى شبه سيغال او دسمه ايه؟ يعني ده ميكسد اروزيب اند برودكتيف ارثوريتي على نفس الديستريبيوشن بتاع الاستيو ارثريت فيسموه اروزيب او استيو او استيو ارثريت وده بيخصل اكتر في البري بارتم او البوست بارتم في مينز يعني بتلاقي في مين عمدها خمسين ستين سنة هي اصلا عندها استيو ارثريت وبعدين جايب اكيوت اكيوت ايكسربيشن وبين هاند بين تعمل المنظر ده تلاقي المنظر بتاع السيغال والجال في الدستل بالزات انترفالانجيال جوينت تقول ده اروزيب او استيو ارثريتس ذا انفلاماتوري اتاك امطب على الاستيو ارثريتس اللي موجود اصلا وبيقوله في احيان كتيره يتخف جتقلب بعد كده روماتويد ارثريتس ستقلب ايه؟ روماتويد ارثريتس دي انا شوفناه قبل كده انا مش عارف كرارتها تاني ليه؟ هي نفس المفوشي المفوشي اللي هو مرتبط الاني كوندروميز ووهي سوف تشوف اللي تحصل في الهانز شديدة جدا من ضمن الحاجات اللي انسينا نقولها في الباجت شايفين دي؟ دي الايه؟ دي اللي هي اللي هي اللي قلناها بلينة دي شبه اللي انا شوفناها قبل كده من ضمن الاليو باجتس انفولمت هو هو الباجتس اللي بيحب الباجتس جدن من ضمن الحاجات اللي بتيجي فيها اللي بيسموه الايه؟ الاليو بكتينيال لايه ايلا الثونتت تلاكية اليليو شايفين paradox همucaيين extends In my jaw ولا قد متوكس انزلاء اليو بايش اليوم تchief line في الايليو بيتستيشن أيضا من ضمن المالي الباجتس ممكن يكبر يكبر الورتيبرا والفيكشور فريم ره تيبرة ويشوفر البوفيكشور فريم ره تيبرة قطن والسكول بتاع الباجلس الباجلس ممكن يأتي في الـ long bones مثل ما أردتها لكم في التبية و هذه في التبية برضو تعمل enlarged tibia كورتكس 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 يوجد كورتكس و معها رين الاستيوديستروفية معها كبير من ضمن الحاجات المشهورة في الـ رينا الاستيوديستروفية الـ ميدل فالنجيز ميدل فالنجيز هنا دي بتبقى نوع من الصب وده من بتاعت انه يحصل فيها وتلاقي تحس ان العظمة ما باية شوية ساعات ما بتبقاش باية شوية لكن اخدوا بالكم منها لو شدتم برضو من ضمن الحاجات بتاعت ال وده وده ايه اللي يعمل حد عارف حاجات تانية ولا لا ديفرينشل طويل عريض مش حد ولا واحدة يعني مثلا الروماتورد أرثرايتس بيعمل او ديسل كلافكلس ممكن يجي بيلاتري الكليدوكرينيال ديسبليزيا بيجي هيكو بلاستيك سيردو في ديكلافكل او هيكو بلاستيكلافكلس خالص حتى لو جاء في السن الصغير المتاستيس بس تيجي في يعني في الغالب يونيلافكل او بيلاتريا تيجي في الحده دي تعمل العيان اللي يجيله بعد شوية تلاقي ممكن كتير يحصل له ونسلموها ودي اشهر مكان لها الانفكشن اي حاجة تعمل حاجات دي لكن ما تنساش الهايبربارا ايه ويه رماتويد اثرايد دي شفناها يعني شفنا شبهها دي برضو حالة ايه دي اللي احنا شايفينه الديفايند الديفايند في الشافت غالبا دي ايه التبية مش كده اه وهنا في شوية لما عملنا الامر ايه في النص كده في طانل وفيه بوني ديفكت دي وعاملة البون الاسكليروتك جوه اللي هو في الديوان وفي الديو ده اللي هو النكروتك بون دي اسمها ايه سيكويسترم بعد كده الاوبنينج او التراك اللي ماشي فيها السيكويسترم عشان تطع لبرة دي اسمها الكلواق الانفلوكلم اللي هو نيو بون فورميشن اللي بيبقى في الساب برياوستيوم وفي الكورونيك اوستيوم دي الوقت ما بقيناش نشوفها كثير بعد الديفايند العالي في الانتيبيوتكس في الغالب الكلينيكال تسبيشن فتاع الاكيوت اوستيوميلايتس هيتعالج ومش هيسيب الا اقل الا اوستيوميلايتس زي ما قلتلكم ممكن يفضل ثبتك فوكس ما يرداش يعني يخف بيبقى حل احيانا ان انت تخش تعمل بوند شبنج للحتة دي تعمل يعني بول وتحط فيها سفيرز مليانة انتيبيوتكس تبقى لوكال في الحتة دي علشان تضغي على السيبتك فوكس دي واحيانا انت تسيب كافتي ما يروحشي وتعمل ساعات دي فورميشن او في السن الصغير او كده ممكن يحصل عليها بيبقى الحل في الاخر ان انت سيمتوماتيك تريتون زي من كده او تشيلها في الاستيوميلايتس هو الاستيوميلايتس الحقيقيه الكلام بتغير فقال لك العالم السيمونيلا سيئاا بحث في السيكل السيل عن بقية المنظر لكن السيل المستوى او كامل او استيوميلايتس يسمى انت تهم كلمتين عن السيكل السيل او اي مبدو المعصد من ظاو انت تتكلم مستيوميلايتس او مابنة يعني انا مراجب شرعة لاسه عن الطامل كل واقع اللي ماشي فيها لحد ما تطلع من المفروض يا شباب ان فيه لجامنت ماسك العظمية اللي هي السكند متاتارسل ماسكها فيه الفيرس اللي هي تطلع من كل ميدين اللي هي اسمه سنطلع من افرانك وهذا لان الاربع على جانب كلهم مكسكين ببعض حيث كلهم من واحدة والبعض ده مربع ووحدة من واحدة فالليجامنت ده هو اللي رابط السيجمنت دي بديه الليجامنت ده ممكن يتقطع لأي سبب سواء تروما سواء عيان ديابيتك وحصل له رابشورد الليجامنت لأي سبب وحينا تكون ميلور تروما تبقى ميزا هذا الليجامنت لما يتقطع كل الليجامنت كل السيجمنت دولت المتقابلات يروحهم يترحلين ايه؟ لاترال يروح مسؤولين لاترال حناعرفهم ازدائي ان هم مسؤولين لاترال هيقولك ان الاسبيكت بتاع السيجن تاكني الطبيعي إنو يبقى ماشى مع المدلاي اسبيكت بتاع بتاع ال�إيه؟ بتاع السيجن تكينيفووم مشايد الدولت tests .د dos huhon اما هم مش فن؟ وده ماشى فين؟ فيبقى بعضة قواي لبقى ده معناه انTHET الليجامنت ودى بيسموها لي فرانك فراكشور چولكيشو خركشور چولكية advised وساعات يبقى في شويةeli بون موجود هنا كده المهمة في الاخر ان احنا لدينا هذا هو المهم لنوعين يترحل ويروح مع البقية الميتا تارسل يسموها هومولاترال تايب المهمة في الحالة الثانية يزعل ويروح الناحة الثانية خالف يسموها ديفيرجان تايب الحالتين اسموهم ليفرانك فراكشور ديسلوكيشن بيحصلوا مع ترومة ممكن تكون مينور ترومة بالذات في العينين الديابيتك اللي عندهم ايه ديابيتك فوت العيان ده مشكلة ليفرانك ايه مشكلة ليفرانك ده انه لو تساد بيحصل بعد كده ارثروباتي عنيف جدا في الفوت ما يقدرش يمشي بعد كده ويحصل له مشكل جمدة جدا احيانا كمان بيبقى الديسلوكيشن والديس بلاسمنت في مينمال احيانا لو صورت العيان ده عادي بلين اكس ري عادي ما نشوفهاش بتحتاج من انت تصوره ويت بيرنج يعني يوقف ويشيل حاجة او يوقف على رجله ستاندنج لو هو يقدر ستاندنج يعني فالويت بيرنج عشان كده تباكلو ساعات برضه ان يجيب لك ويقول لك مكتوب عليها ويت بيرنج لو لقيت كلمة ويت بيرنج دي بص على طول على الفرنج بص على طول على الفرنج بص على طول على الفرنج فيه فيه الفرنج ولا لا ممكن لها مينمال لما تشوف القصة دي شايفين هنا كمان في ايه فيه فاسكولار كالسيفيكيشن اللي عنده غريبا ايه عنده اثر اسكلوروز كتير اللي فرنج دي لازم تتصلح لو بمزد بتعمل لهم مشاكل قضائية كبيرة جدا برا عندين ضمن الحاجات اللي هما بيخافوا منها جدا برا لانها لو بقى المزد بتعمل مشاكل في الفود ويرجع بعد كده يرفع ضياء الدكتور وتعمل لهم مشاكل احنا هنا عندنا الحمد لله الناس طيبين اوين حدش بيرفع ما بين الميتاتورسل وانه هو كارسون ميتاتورسل ما بين الساكند ميتاتورسل والميديا الكيليفور ماشي بالعرض كده اوبليك كده فده لو اتقطع خلاص محابش هو ده اللي رابطت شوية دولت بالبيك توو هو ده اللي مسيبكم اللي كان البيك توو بقى ده قصة تانية يعني البيك توو ده قصة تانية ده بليجا منس اخرى بقى اما هو كمان يبقى دي سبيلز لناحيته مهيم وناكرة اللي اما يروح الناحى التانية بليجا منس تانية مش فاكرة دي بقى لكن يعني هو المين في الديس بريسمينت هو بتوع ميتاتورسل ده برضو كلاسيك شوية مصبوط مصبوط اللي هو فراكشور عمد اللاترال اسبكت اوفزا تيبيال بلاتو عمد اللاترال اسبكت اوفزا تيبيال بلاتو او عند اللاترال فيمروكندال ده نتيجة ايه؟ ده اسوشيفت بايه؟ 100% اسي ال انجري نير ل 100% اسي ال انجري ممكن يكون معا كمان ايه؟ منسجة الانجري ده بيقوله في الغالب بيبقى نتيجة التويستنج انجري اللاترال كابسول بتاعت الجوينت بتبقى ماسكة في الحتة دي حصلها افالجر فتقطع الكابسولة دي تقطع الحتة من الفراجمنت دي فدي اسوشيفت 100% اسيال انجری لو لقيت ان الحتة الثانية عند الميديا الاسبكت لكن هذا السيجون أكثر جداً مع الاسي إيل وطبعاً بينا في الإكس راي في الامر ايتبوس تلاقي فيه صغيرة جداً حتة فيها الكورتكس طارد هي الحتة الصغيرة دي طبعاً ده برضو ان انت في الاسي إيل انجري التابية دي بتروح مترحالة الأدام وتروح خطة بتاعها يروح خبط في اللاترال فيمور الكوندايل من هنا فتلاقي ان الل Radical Sulaqus بتاعت الكوندايل المفهول كانتتى تبقى ماشية كده ين ونحن المفهول كانت تبقى ماشية كدا لو عملت EMRI تلاقيс تصديات فيمور الكوندايل وعند 어디بقى الاسبكتل فيمور الكوندايل وعند البوستيرو اسبكتل فيمور كوندايل بيسموها Pivot Shift Conchusion Pivot Shift Conchusion ده secondary style لACL Injury لو حصل ACL Injury معاه Medial Meniscal Injury معاه MCL Injury بالذات لو حصل Bulgus Stress يعني واحد وهو واقف كده مثلا بيح واحد دخله من جود من ال Medial Aspect و راح مثلا مزحلقه في مطشو كوره راح تريجله متنية لبرة خالص ده Bulgus Stress بيطقطع فيها الACL و MCL و ال Medial Meniscus بيسموها Unhappy Triad أو Odinutriad ده بيبقى طبعا الروبنوز بتاعه أسوأ من Ostechondroma Ostechondroma من و احنا اتكلمنا المرة اللي فاتح عن Ostechondroma وعن ايه الشكلتنا اللي كنا مليجنسي وتعرفها ازاي مش هنعيد الكلام ده ثاني لكن انا قلتلكوا ان Ostechondroma المستو كومن بناين بنتيومر حوالي تقريبا 30% واحديها من البنتيومر البناين و بتيجي اكتر حاجة حوالي حوالي اللون بونز يعني حوالي الني و برضو في الريست و كده طالع من الميتافيسيز الحمد لله طالع من الميتافيسيز و و و لو طالع من ابيفيسيز او ايبيبيسيليا ديسبلازيا ايبيبيسياليس اميليكا مش مهم او اسم عليكم مش مهم هل يمكن الني ذي السيئز ده لكن دي بس ساعات تطلع من الهبيبيسيز ده دي سيئز نادر جدا او تكلمنا عن الدفرينتل تقريبا الطائل من الامر هي دي في الاخر دي بروب بيزد يعني نير لسيسائل كده أوستيو كندرومة طالع من الديستل ريديس أوي فروم ذا ريست جوينت وعرفنا لو اكتر من واحد ونص الكارتلش كان في الامر اي تشوك انها ايه كندروم ساركوما ممكن تيجي أوستيو كندرومة ملتبل ممكن ييجي حاجة اسمها ملتبل هريديتري اجزوستوزي أو يسموه الاسم التاني دا في زي الأكليزيز وال wouldn't you do وده برده بامل بامل والساسمع وبيعمل السيئ لا معرفة اكترا من الاسم كندرومة العادية So some large transformation ولقد ينفذنا اكترا الأستيو كندرومة العادية واحد في المية الت crois Queens التاني مش عارف فمال tipise Dean السoldان م giờ س 피�تس فدس يسمى سعاد بس ده نيضا يسمى سعاد برضو برضو ملجنان ترانسفورميشن في عائلة هنا ده ايه 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 مزبط في هنا في السوبرى باتيلار وده بيسموه فلاود فات ليفل ده بيسموه 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 هزا اللايبو وهزا الفات داخل على الجونت المين يعني ان فيه انترا ارتكلا يعني او فراكشن طلع المرو على الجونت كابسول وبالتالي هو ده اللي عمل علشان يشوفوا كده لازم يكون ان احنا مصورين ازاي مصورين ازاي بريزونتل والعيان ده في الغالب بيبعنده فراكشن مش قادر يقوم مش قادر يقوم اساسا انتا كده كده هتصوروا ايه اللاترال كروس تابل تلاقي الايه تلاقي الفلاود ده يبقى فيه اللي بوهيم ارتروزي المستقومن بالنسبة ليه في الادلت هو الايه السايد بتاع الفراكشن هو اللاترال تيبيال بلاتو بص عليه كويس حب بصتلاقي هنا فيه فراكشن لاي مدالي انترا ارتكلار اكستنشن هو ده اللي عامل الافراكشن هو ده سبب في اللاي بوهيم ارتروزي بقى فيه عندنا فراكشن في اللاترال تيبيال بلاتو معمده ليه ده بسمها شاتسكر مش مهمة دلوقتي ده نفس المنزل بتاع السيتي بتاع وبصه السيتي فيه وفي ايه فات فو ايه فيه وفيه فات فو ايه فات فلاود ده تبص على التبية اول حاجة في الادل ده حالة سهلة الى حد ما هتشوفها بحياتكم كل يوم مش مشرير دي هتشوفها بحياتكم كل يوم ده ايه في ايه في ايه بارس بريك سح مظبور في بي لاترال بريك في الاربعة في الاربعة هنا شايفينه في الاترال فيو حتى من غير ما نحتاج باين في القرى لانه بي لاترال ايه اللي خلانا اقوله انه بي لاترال عشان في Spondylolisthesis ال L4 راح تطلع القدام شوية مقارنة بال L5 ففي L4 وده معناها ان ده bilateral وده اللي خلانا شوفه في bilateral بحق بيحصل في L4 او L5 دول مستقم هو ال L5 ليس يجب أن تكون بحق 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 ال RETRO لا ال RETRO في ال RETRO ال RETRO في ال DIGENERATIVE على حد علمي تقريتها أن يفعل ال RETRO لا يفعل ال RETRO ال MECANIZM لا يفعل ال RETRO مكسورة ال RETRO ال RETRO ال RETRO ال RETRO ال RETRO ال RETRO يقولون أنه في الغالب لذلك يخسر في الأطفال الذين كانوا يلعبوا العبكة رياضية عنيفة وهم صغيرين مثلا في الطفل صغير يقول لك وكان يخسروا يجب إعجابا ومسماع كثيرا يتذكر على كل محاول انه يجب ويقوموا بمساعدة بمساعدة وإنهاء لكي تتمكن من المقرسة ويقوموا بمساعدة ساعتها يحدث على ال RETRO لكي تعود الحين لو في الغالب لا تقوموا بيستخدام في الغالب بيتساد وممكن يهيل بس نادي لكن لو هو لو هو بايلاترال هتبقى المشكلة ان هو ممكن في اي وقت لو سال حاجة الى يتزحزح ولو يتزحزح اللي هو يحصل الانتروليتيسيس ده ممكن يضغط على كورد ويعمله مشاكل فساعتها في الغالب لو هو سنه صغير وابتدى يعمله مشاكل بيخش يثبتوه يعمل له ايه فارس ايه فكسيشن ساعات يحصل في ال ال 5 انتروليتيسيس كبير قوي ويطلع لقدام يعمل حاجة اسمها ايه في ال ايه بي كنت منزلها على الفيسبوك اسمها نابليون هات أبيرانس يبقى وشوفوه على الفيسبوك ما هيش يعني معضل قوي الانواع الانواع الانتروليتيسيسيس اهم بيقولك الانتروليتيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي لو تحرّك سفوه 순انية وهو التروhy effectivement يا لازمهвар الس―ي ولكنممكن يحصل مهرة ؟ نتيجة الفاسية انتروليتيسيكم الترويتيسيسيسيسيسيسيسيسيا وبالنها ايه والذي سيطلع لازم قد تكيوفر ماكسيسيس بجادة ثانب ديجري obtoوجيه اسباب تانية مثل مثل بريداب متاثيسيسيسيسيسيسيسيسيخ مثل certificate يثب مثل من الانواع الهي ست start أخرى كثيرة لكن الأشهر هم الليتك تايب اللي هو اسمه الليتك تايب أو أوبن أرش تايب. ده برضو لو عملنا بتاعه هنلاقي ان فيه ريلاتف ويدنينج للثيكال ساك في الليبل ده وفيه سودو فاسد جوينت في هذا الليبل اكسترا فاسد يسموه او سودو فاسد هو ده نتيجة لان تحركت الفرتبرة القدام ومكان العظمية تكون سودو جوينت هنا فده يعمل حاجه اسمه سودو فاسد ويعمل حاجه اسمه ويدنينج ده شايفين هنا البارس دفكت هنا واضح جدا وقادي النحة التانية وقادي السكوتي دوك اللي احنا منشوفه في الاكس راي الكلب وهي ده رقبة الكلب وهي ده مكان مكان السكوتي دوك دفكت عند النك المكان السكوتي دوك لو تلاحظتم فيه هنا خط أسود صغير وهنا خط أبيض صغير الأنتيرور والبوستيرور دولة fat pads ممكن مقبول احيانا انك تشوف الأنتيرور fat pads لان هو بيبقى موجود بس يبقى وريب شوية من العظمية لكن هنا ازاد عن اللازم اما البوستيرور مش مقبول انك تشوفه ابدا عشان كان يقولك posterior is positive احفظت كده يعني posterior fat pad is positive دايما لو لقيت posterior fat pad يبقى فيه طيب ايه معناها ان هذه fat pads مترحلة معناها انه فيه joint effusion جامد ومعناها في الغالب انه هو hemoarthrosis ايه السبب hemoarthrosis في intraarticular fracture ايه سبق فان الفراكشور عمال ادور على الفراكشور ما نشايف انا شايف ده اللي هو انديكيتيج ان فيه فراكشور بس انا مش عارف اشوفه اكتر ما كان تبص عليه في الطفل صغير السوبرا كندايلر اللي محمود عشان كده قالك ايه سوبرا كندايلر فراكشور بس ده ادلت مش طفل صغير اكبر حاجة اكتر سبب في الادلت هو الradial head والradial neck fracture ممكن يبقى فيه سطل ممكن ما يبقاش شايفه مخارط ممكن تعتمقى في عينك ما انتش شايف تعمل ستينت لقيله لكن على الاقل انت شايف الساين بتاعهم هتقول والله فيه hidden fracture انا مش شايفه اعملونا ستين ادي الايه بي بتاعه فيه fracture line سطل جدا عند الradial head او نيه تمام دي ايه بقى دي ايه باجذة السماع فقولي ده بص تبطئونotto تعلينا كما تحصل إلى تؤіль對吧 الخير كم الكتب هذه الهدوات يعني خفيف مش قوي يعني عشان ببقى امين معاكم لكن كل المائية المانفستيشن زي ايه تروماتويد بيلاترال الى حد كبير سيميتريكا يبقى الروماتويد ارثريكس ده الى حد المال اللي هو الستيج الايه التالتة اللي احنا بنقول عليها خلاص ابتدى يبقى الروماتويد ما يتغلطش فيه ممكن بعد كده كمان حصل الديفورمس بس هنا مش باينه انت توصب دي انت توصب دي ما انت توصب دي لا اسيn ياامويد كده يعني لا 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 انت فتاع التصوير والعين يتصور كده غريب كده استطع الصم بشكله اى شكل ما ما تستقبل يجب أن تتأكد أنه ليس تتأكد أنه ليس تتأكد هو بس يدوبة تعمل كده بس حد شايف حاجة الايه الايه مستمع صوتكو عالو صوتكو نصفكو عالو صوتكو عالو صوتكو عالو صوتكو عالو صوتكو واحد لا الطبول الانتو لماذا شكيتوا انتو حاجة اربعة او خمسة صحيح ؟ هو فعلاً إلا أربعة و إلا خمسة فيهم مائلد استركسورا كلابس بسيط جداً، بس مش دي القضية، القضية إن الفرتبرا الـ in the place يبقى indistinct يعني إيه indistinct، ما هيش واضحة، ما هيش مرسومة زي البقيين، والديسك سبيسي اللي ما بينهم بقى نارد انت بقى إيه، سبونديلو ديسكايتس، دي اللي سبونديلو ديسكايتس، إن الدسك سبيسي بقى نارد، لو نارد لوحده، طب ما الـ سبونديلو ديسكايتس، لكن الـ in distinct in the plates، دي اللي تشككك إن العيان ده عنده إيه؟ سبونديلو ديسكايتس، شوك أكتر ده، تي بي ولا بيوجينيك؟ شمعنا بيوجينيك، هو بيوجينيك صح، ليه؟ أولاً البيوجينيك قلنا بيأفكت الدسك قبل إيه؟ قبل الفرتبرا، لكن التي بي بيعمل استركشورا كلابس جامد جداً، وبالجلب الدسك تيل ليتو في الديزيز، يبقى هنا أكتر، بعدين التي بي قلنا بيحب أكتر إيه؟ درسه الامبر عالي شوية، أما البيوجينيك يجي أكتر إيه؟ في الامبر بصوصة الـ MRI بتاعها، كان عمل إيه؟ خلاص، مارو إيديما، الـ in distinct in distinct الـ disk نفسه ممكن هنا يعني ما خدوش الـ T2، لكن الـ disk space نفسه ممكن تلاقيه hyper hydrated جداً فيه مياه كتيرة، لو عملت سابغة، تلاقي فيه enhancement جامد جداً في المارو، في الـ vertebral in the place، في الـ disk نفسه أحياناً ممكن تلاقي كمان pre vertebral soft tissue component, epidural soft tissue component الـ soft tissue component في الـ TB أكبر كتير جداً، يعمل abscess soft abscess محترم، لكن في البيوجينيك ممكن يبقى أقلم كتير تحت اسمها بروسيلا، وهو نوع من الـ Spondylo dischitis نوع من الـ Spondylo dischitis برضو بيجي بس بيجي أكتر بقى في إلا 4-5 تحت خالص، ممكن زي المكان ده، بيجي بسكيليروزز عنيف، يجي بـ soft tissue component بتعرفه في التكلف الآخر هو شبه أي بيوجينيك، ولو قلت بيوجينيك مش قضية مش مشكلة، بس هو مور وفي نفس الوقت بيجي في الـ history إنه يبقى فارمر أو بتعامل مع الألبان أو كده علشان دي هي دي بتاع البروسيلا، في معدى ذلك هي بيوجينيك زي وزي البان ايه دي؟ هم؟ لا في أبنورمال شاب في أبنورمال بوني فراجمنت عجيبة جدا، وفي ويدنين في الـ وفي شوية يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنا عايز أقول لكم إيه؟ عايز أقول لكم أهمية أن إنت لما تشوب حاجة كده من تشفهمها، اعمل الـ view الثاني تسميلك شكرا، تسميلك إيه بقى ده؟ نسميك تسميك ومعها درسال انجليشن أو درسال فرagment ده يحصل معنى في السن كبير شوية وبعدين لو هو حصل لو حصل ان الدرسال ريم يسميه ريم مش الدرسال انش بقى الدورس الريم بس هي بوت فراكشلد يسموها دورس البرتوم ولو حصل من الناحية الفولر يسموها ايه فولر بارتوم استاذين اكمل اخطأ السلام عليكم طبعه ميات لديك الثاني قملاقين اه نفوف محاضرة حخلص وانزم يعني اه لسه ساعة كده ولا حاجة اه لسه ساعة كده ولا حاجة ماشي يا شباب يا جماعة اي عظم عمتا انا شايف حاجة مش طبعية شوف البيوت داني يعني ممكن في الفيديو الثاني باثرين تماما لابد تشخص كلا لا ت biofs تواكير رح فيه انا شغل شايف حيني مفي طابع اصفاني رحية explained واخد كل حتة من الأجزال وشوية كمان في الفيمر وده هنا واحدة في التيبيا وهنا واحدة يعني بخلاص ده ايه متاسبس اه المست كومن متاسبس في الكبار في ميل بريفت في ميل بريفت في ميل بريفت في ميل بضل بلستومة ونيورو بلستومة في الأطفال هل المتاسس ممكن يجب بشبه بالضبط كده للالالاا الاريزمال بونسست و هل؟ بلازمسال انا بتكلم بقى في الميتاسس يعني بلازمسال مش متاساس انا عقول ميتاسس يعمل هذا شبه البيلازمسا سيتومة كده الى ايه؟ الرينا بزبط الرينا المست قومن يليها سيرايد يليها الميلانوما لا تكتب في الكتب النادر لكن مهمة بالنسبة لنا كمصريين الهيباتومة ممكن تعمل كبه الهيباتومة ممكن تعمل ممكن تعمل مهمة جدا عشان عندنا الهيباتومة طبعا على الفمانيشيو ممكن تكون سوليتر ممكن تكون رخمتها بك ممكن يجيب ملتومة بسيها رخمتها النتيجة سوليتر المتاسيز نفرع وهيبقى الملتومة ميلومة بس ملتومة الميلومة في الغالب هيبقى بمجرد المثلات او مجرد لكن ممكن كمان طبعا لو عملنا في الملتومة الميلومة نعمل لها احسن ايه؟ بون سيرفي نعمل احسن بون سيرفي المتاسيز الممكن يبقى نيجاتيب في البونسكين ممكن يبقى نيجاتيب بخارج ممكن لو فريد سمول اعلى من صمتي او او لو دستراكتف جدا بحيث انه مش عامل جدا ممكن فيه كرونوسايتومة كمان ممكن بس انا بقول لكم الهيباتومة مهم عشان يعني مهم عشان مصريين يعني ده حالة امر اين شايفين ايه ايه مين قال ايه لا كب Pastor عشان فيه الخضم وفي سينوفية التغنية عنيف جدا ping ماذا اعنيف جدا لما تعمل السابغةimate دي سيبتيك اكتریتس في ميتا الكاربو فالانجيل روماتويد بردو بردو نعم محلو نعم كانت لدينا المنشق 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 مسألة مست floats. مسألة مرتضة. لكنه يعنى السعيدة مستقيلة. أمسألة مرحلة مرتضة مع المستقيلة. مسألة مرتضة مرتضة. سعيدة مرتضة على المستقيلة. العدم التالي مستقيلة مرتضة مرتضة. اما البتولوجيكال فراكشور فراكشور ديوتوب بون افكشن فحاجة من اثنين يعني ما هو يعني ما يخسر بيسموه انسوفيشنسي فراكشور ما يسموهش باتولوجيكال بيسبوها يابون انفكشن تمام؟ يعني البتولوجيكال فراكشور مش بون تيومر معناها ملين انسي حتى لو تيومن لايك حتى لو تيومن لايك فايبر ديسفليزيا متاسيس أوسميلايتس لكن انسوفيشنسي فراكشور اتفقنا؟ نفسك أنشاء فراكشور الفتيكال انسوفيشنسي وفي الاخرى الاسترس والفاتيج واحد هو الاسترس هو الاسترس هو الاسترس هو الاسترس هو الاسترس على نورمال بود ازاي نفرق ما بين نرجع بقى الموضوعنا الانسافيشنسي فراكشور اللي نتيجة الاسترس عن النتيجة المتأسس واحدة جايلك عندها سبعين سنة كان عندها بريست كانسر وعملت مستكتم وخدت ريديو كل يوم نشوف هذه القصة يعني كل يوم هدوعة في هذه البيليم وعملت مستكتم وخدت كيمektو خدت ريديو وعملت هشاشا وعندها اصلا سبعين سنة والخدت كيمو أكيد عندها هشاشا وبعدين جايزت كيبين في النباس قليل حق جايلك لديه آخر مستكتم والمستكتم يمكن لك أن يكون مستدرس لعمل اي مرآي ما نرى الحكاية تعمل اي مرآي ستجدوا الكلاب السفرتبري هذا المستكتم بسبب ميتاستيس يحدث عليها من كانسر الاسترس هل كان سيد متاسيس وطاره وجد لها هنا أم لا بسبب استيبارها هل تفرقون ماذا؟ مجموعة جدول هتكتبوه وتحفظوه لأن هذا مهم جدا في حياتكم العملية والخطأ فيها خطأ سيئ لأنه لا يوجد حل تاني يعني أنه عمل بونس كار حياتي لا يوجد حل تاني لا يوجد حل تاني لو قلت له باثولوجيا ستأخذ كيمياء و لو قلت له إنسوفيشن ستأخذ ديسكوسوني لا يوجد حل تاني فهو زمق جمدة يعني هي زمق محترم لازم تحلها أنت لا يمكنك تقول له استيبروتيك ميو بلاسك اللي هو في الآخر أنا من قبل ما أعمل الرأي أنا أعرف أنها استيبروتيك ميو بلاسك أنا كأني لم أفعلته هل تحل في إننا نحاول نلاقي ميو بلاسكوين في أحيان مصببا أول حاجة الاستيبروتيك فتلاقي فيه ترانسفيرس باند اللي هو الانسفيتشن ستشوفه في أحيان كتير بالزاد في T1 وفي الغالب تجد ميو بلاسكوين ميو بلاسكوين وتجد أن الأستيبروتيك حصل في ميو بلاسكوين عشان يطبق نحية هذا ميو بلاسكوين ميو بلاسكوين ميو بلاسكوين ميو بلاسكوين صحت يعني لا اصلاع المشاف الخط المشاف 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 يحتاج متغطبًا إلى المسجدين فراغمينتيشن انت تقصد لو لقيت جوه الفرتبرا في حاجة اسمها انترافرتبرا كليفت ساعات يحصل مع القصي بروتيك فراكشور حاجة اسمها قصي نكروزيز جوه الفرتبرا يحصل فيها جوها كليفت تبص عليه بالإكسري تلاقيه مليان هوى قولك انترافرتبرا فاكيوم لو في الامر اي تلاقيه مليان فليود بيحوش الفليود وهو سوباي المهم انها بتلاقي انترافرتبرا انترافرتبرا كليفت افليود او ارجاز ده اندكايتين بناين انتيتي ما هواش باتولوجيك فراكشن هتظن يعني كل هذي الديفرانشييتين بوينس هتتعليك بنسبة تسعين في المية تقدر تفرق اهو ده وده و في عشرة في المية في الاخر هتقوله انه بلاستيك برسيس او سوباي الحالة دي في صوفت تشو كمبوننت كبير حوالين الايه حوالين الودنطويت بروسس ولو خدت بنا كده عامل شوية ادنطويت ايروجن عامل ادنطويت ايروجن ووسع المسافة اللي ما بين الدنس وما بين الانتيرو ارشف اطلس يعني حصل اصل اصلانتو دنتل سوبلاكسيشن ده روماتويد ايرثرايس يعني بحب دايما قولتلكم شوية انه الروماتويد بيحب في الاسفين بزات الحتة دي بيحب بزات قوي حتة دي الاطلنطو اكزيل ايه اطلنطو اكزيل ايه اه جوينت ده ويعمل البنس ده البنس ده يقضي ارقت في الدنس ويقرقت في الليجميس اللي بتاعه ويحصل اطلنطو اكزيل ايه اطلنطو اكزيل يبصة هي ده هي لموز لده ي proced ايه اطلق ارتباء Vietnamese تطبع ان اتسابق اتصال ان انه تعرف بズات البنس راح عشان تعرف الان ده الحترة بتاع البنس احسن بيبقى اوبح طبعا تاوبح طبعا في السابق عايزه واحد بقى العيد نعم انا دي جمي كده متاب surn khay to cum لفت فيمر فيها حاجز. ميش يعني. 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 لا ما فيش حاجة في السكروي لك بقى. دي مش يعني. ما لها ما يسابت هي كويسة وبعدين مش ما قول عايزة تقولي يعني فان زي كده. اللي اتنين ناحية الرايت. اللي اتنين ناحية الرايت. توصد اي دول يعني. ايه يعني دول يعني. ايه دول يعني. ايه 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 ده صح ما ماشي ايه ده. لا صوص ابسس ليه بقى. يعني. مالكالسفائي دي يعني. لا بس الوضعي ما هيما خلص ايه والديسك حلو ايه. طيب دولت ايه دي عاما. انا بقولك ايه دولت جول بلادر ستونس. اه ما ايه المشكلة ما قلت فايد في العامل دي بتتحرك مع النفس وبتتحرك مع الهي بتتحرك مع اي حاجة ما كانا. ان شاء ما تلاقي هنا حاجة. جول بلادر ستونس. الجريتر تروكانتر. هي صورة يعني مش حلو قوي. وانتصورة مطوصة يعني بس هو بس هو يمكن اللي هيت كمان كده يعني هو عمل شوية و هو بتصور فالجريتل تركانتر ما قطع في وشك كده مش عارف تشوف هو هاي. هم? بعد كل اللي انت عمليين تقولوا ده ويطلع في الاخت نورمل. نعم. مالها البرتبرا. بتعليل تلاتة يا باش عمي? ايه. لا هو يعني هو بس موجود بس يعني انت دوس اهو هو موجود اهو بس يعني زلو شوية. طب ايه ده ايه الحتة دي? ايه شادو كده على اليد كده? هم? هنا كده مكان الاسبريين. ايه. 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 مزبوط. ليه بقى? ايه بقى المانفستيشن في الحالة دي? اللي محمود قالها. والنحة التانية على فكرة فيها باتش سكيلوروز برضو ابتدت. في سنترال ديبريشن شوية اللي هي بس بتبني احسن في اللاترة. وفيها لان العينين دولة بتوع كوروني كيمولاتي كانيميا بيبعندهم اه. وبعدين عندهم كالسفايد سبليين. سمول كالسفايد سبليين ومرفوع لفوق. يبقى ايه? بتاعت السيكيل سيلي. بيحبوها قوي. من ضمن الحاجات مسلا انا احجيلك ايه? نفروكالسينوز. ساعات السيكيل سيلي يبقى معاها نفروكالسينوز. ممكن يجيبهاها. ممكن ما يجيب لكش بس تلاقي ان لازق تحت الهمي ده يا فرام على طول. علشان الصغر في طلع. ساعات يجيبها لك بان? بايه تاني? مش فاكد. اصمرا اصمرا اصمرا. نعم. سعيد في الهيسوري بقى يقولك ده أفريكان ايه? مش عمري ايه افريكان شايلد و جاي صيد. سي. استيكيندرائز مزبوط. في هنا استيكوندرار ليجين موجود في الهيسوري اليوم المنطبئي او في الهيدي الفاورا القنطايل. هو هنا الحقيقه في الهيسوريكان هو الهيسوريكان و ليجي في الحتة لكن يجي في اي حتة يعني مش يعني ان هو ولو خدت بالك هنا فيه الريم ساين الريم اليوسنسي الريم اليوسنسي الريم ساين الريم ساين اليوسنسي الريم ساين معناها ان العيان ده الحتة دي ممكن تطير في اي لحظة وتعمل ايه تعمله بعد شوية وتعمله اثرايتوس والكثر لازم تخش ايه تعملونها عمريك برضو هنا الاسئلة تتسائل عليها والحتة النظر بتاعتها ايه اوستيكوندرويتس زي اي حاجة كده مش مفهومة يعني الجروب بتاع الايتس بس الايتس عشان هي بالديستيكت وتطلع بعد كانت تعمل ايه الريم ساين وانك تلاقي الريم ساين يعني ساين الريم ساين يعني ساين الريم ساين معناها انها انها او تلاقي ان فيه ساستيكتشينجز في الاندرلاين دونر سايت ده برضو معناها انها انستابل وكل ما يكون بتاع الفرائجمنت كبير كل ما تبقى انستابل اكتر طبعا لو اتتاتشد وبقى تسوس البادي خلاص هي مش انستابل كمان اتاتشد 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 وده غالبا تبقى ؛ بالشخصة اذا تتشخص لانما كانش وتتسابل تبقى لحى ان الاعقل الطفال يمشى قد حسنا وده يلاقي بقي في الاخر المنظر وبقي عمل كده. ما هو مهي نوع من الدسلوكيشن. ما هو مهي نوع من الدسلوكيشن. هاي اسمها كيف. انت تقصد ان دي تروماتيك يعني? التروماتيك حىبالكسي تابلون شالله ليه طيب? حىبالكنكسك. هيبقى الان بيحصل في التروماتيك بستيري. بيحسر معها في الاسيتابل هو موقع. دي مش شكلها كده خاط. ولا معها حتى رفت تيشو ولا حيماتوم ولا اي حاجة. العيان اللي جاي بيجي مش هيبقى كده المنظر اه عدم كده هتلاقيه نايم على جنبه على ترولي ومتصور بفورتوب يعني فهي حاجات كده ما هيش موجودة في الكتب بس المنظر لما تشوفها تلاقيه لا ده مش ممكن جون طبعا مش ممكن تكون تلوه معدوة. مش ممكن. دي ايه? بزبط. بزبط. ديه posterior shoulder dislocation. عرفنا ازاي posterior shoulder dislocation. المفروض الهيد بتبقى لفة كده عاملة حاجة اسمها half moon مع مع الجلينايد. هنا راح تلفة لبرا. لفة لانها posterior dislocated. وبعدين تبص تلاقي هنا في ايه? trough sign. نسموه trough sign. اللي هو depression. كده. موجود في الانتيرى aspect of the humerus. من قدام نتيجة posterior shoulder dislocation. مع trough sign. اللي هي قريبة من او شبه heel sacred. قبل ما نسأى posterior shoulder dislocation او شبه او شبه حاولي كده. كده نوعاً.няя مش الاخير صفحة. فهي حالي. كده. او شو retractor. او شبه. 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 ممكن طبعا ممكن يكون فعلا هو اللي لافف ايدي بس ده مش الستاندرد فيو بتاع الشلدر يعني هو حيجي لك يقول لك انه هو مناسب زي الالكتر وزي الالكتر وزي الالكتر وزي الالكتر ووش عافية بعد كده يجي يقول لك ان العيان جاي ايده لك ده انترنا الروتاشن هو مش عارف يرجعها هو مش عارف يرجعها فانت تتصورت لها كده تمام ان الهد اه 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 تمام طيب كويس هي معلومة كويس انا او مرة عرفها ايوة ما هي اللايت بلب بزرعه ده منظر اللايت بلب هادور علي ممكن انا يعني معرفه اش المعلومة بس ممكن تكون ده ده صح لكن هو منظر بتاع اللايت بلب اللا هو اللايت بلب ده 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 بتاع ده بتاع ده ايوة ده ايوة هنحاول نانجز شوية منصب مالسفل او ممساول او م العبر منصب طريقة موجودة في النية مالسفل مباشرة محمق مهم مهما مجرد او مهم ببشتر فاو مهم يوضب يحصل في مهما جامد جدا. مش مفهوم اي هو. اي سببه. وبعدين ان السينوفيا بتدي يحصل فيه شوية متابليزيا. يتحول لكارترج. وبعدين الكارترج داي بديتاتشد من السينوفيا ما يوقع في الجوينت كابسولي. بعدين هدا الكارترج يحصل عليه. فتطلع في الاخر. لو احنا هي لسه كوندرال بادز ما حصلش فيها. عملت اكسريم مش هتشوف حاجة. او هتشوف شوية جوينت سويلي. ممكن من كتر ما تكتر وتضغط شوية على العظم تعمل بوني. لكن بقى لو مقت اصفايد خلاص هتشوف ها كويس او في البلين اكسريم. في الكوندرال ليجين اللي هي لسه ما بقيتش اصفايد هتشوفها بالسي تي احسن لكن مش اصفايد في الامر اي هتشوفها صريحة جدا وسهل جدا. ده البرائمري اوستيو كوندرماتوزز فيه منه بيحصل نتيجة اي حاجة تاني زي مع الاستيو كوندراتيس او كده وده بيبقى يفرق عن البرائمري النوف الغالب. عددهم اصغر من كده. وان الصيز بتاعهم اكبر من كده. والصيز بتاعهم بريد. يعني مهواش مهواش يونيفورم صيز كده كلهم قد بعض قد بعض قد بعض قد بعض. تي حاجة اسمها رايس باديس. الرايس باديس دي. نقط صغيرة كده متبان بال امر اي. ده سينوفيوم بزاد في النية تلاقيها رقدة في السينوفيا ديسيس في السوبرا باتيلر باوتش. وكده تلاقي نقاط صودة نقاط صودة نقاط صودة صبيرة جدا جدا. دي فيه ناس بتقول انها ممكن تكون ايه لسينوفيا كوندرماتوس. بس هي الحقيقة كانت مشهورة جدا اول حاجة في التي بي. كانوا يقول لك ده لو شفتها تبقى التي بي. بعدين قال لك لا هي مش سبسيطة التي بي ولا حاجة موجودة في الروماتويد ارترايتس بنسبة كبيرة. فالتي بي وروماتويد ارترايتس هي المست امبورتن تي فرينشال بتاعها. دي نفس السينوفيا الاوستي كوندرماتوس في الهيب. يمكن الصورة مزغليلة شوية بس باينو. هنا بايلاترف. هي في الغالب بيجي منو ارتكلر وفي الغالب بيجي في الني. هنا بايلاترف. بايلاترف. لو انت شفتها كده ستقول لك العيان ده مصور اجزيلة ريديو. لكن انا بقول لك بقى من دلوقت الهسر هو اللي حلها. العيان ده جاي لك رفع ايديك انا مش عارف تنزلها. جيت ارفع ايديه راح تقفش على كده. ده اسمها لوكساتيو اريكتا. او بيسموها انفيريور شول در ديس لوكيشن. الهيومر الهيد. اتحركت و راح تنزله تحت تحت الجلينويد وليس عارفة ترجع. ده امتاكتد فيه. مشكلتها في ايه? ان تحت هنا معدي الاجزيلة ريديو. لو تنزل الهيومر الهيد دي. ممكن تروح ضغط عليه. ممكن تعمل انجري الاجزيلة ريديو. ممكن تعمل انجري الاجزيلة من ايه او الشول در ديس لوكيشن. لكن مهم. دي هى حالة بقى خيزار كده ايه. و معها البيوت شيفت. ممكن يحصل مع الاسي ال نوع ثاني من الكنجيو جنس مسمها كيسين كونجيو جنس اللي هتلاقي الكنجيو جنس دي. وامسات هنماحي التالي. من التيبيا مش في البستيرو. دي اسمها كيسين كونجيو جنس. ولكن الاشهر والمور سبسيك للا اسي ال. هي البيوت شيفت كونجيو جنس. انا على فكرة يعني ��كلة آخر الاسي افترض على مستوى المثال يعني اخلصت علي مي اهم اết تует من ضمن Lou برضو دي من ضمن الحاجات المهمة جدا كاركتوريستيك ده نتيجة نتيجة في الغالب بيبقى صغير جدا امش موجود ودي برضو من الحاجات اللي هي بيبقى تيجى اكتر بس اكتر علي اللاترال صيف دي مارب boicarende بيجنوست بصورة واحدة انه انتلائي عندي اللاترال اسبكت افذا فيمر يقابلها عندي Number of this ذا باتيلا ويقابلها او معاها قطع في ال ده بيحصل متيجة لترانزينت باتيلر ديس لوكيشن او بيسموها لاترال باتيلر ديس لوكيشن ان الباتيلر دي بتروح محدوفة لاترالي فتقوم الحتة دي خط في الحتة دي ويتقطع الميديل بعدين تروح راجع تاني لما ترجع تاني العيان يجيلك احيانا بيبقى عارف ويقول لك انا الصبونة اتحركت ورجعت حسيت انها ديس لوكيشن انا تلاقي هي خطة خفيفة مينور تروما فممكن تبقى تليني كلمة هي السبكتد اوي بزاد في السطل كيسز يعني انتبص تلاقي بقى ايه ببداية اللاترال في مورا كوندايل ساعات تلاقي دي سطل جدا ميجيشن شو واحيانا يبقى الانجل بتاع اللاترال الميديا اللي كان يتمكلا يبقى يضوبك سبريم او بصيد في الاكيوتي ستيج بتاعي معاها طبعا افيوجان جامد احيانا هي مؤرثروزز وده من ضمن الكومناستيكوزز وفي مؤرثروزز في اليانج ايج احيانا كمان تلاقي فيها كارتلش دفكت في الباتيلا يعمل كوندرال باديو احيانا تبقى لوز بادي احيانا كمان تلاقي احيانا تلاقي انك تلاقي شالو جدا شالو تروكليا سيرفس بتاع الفيمر تلاقي شالو جدا ما هواش يستوعب الباتيلا كويس وبالتالي الباتيلا بتتلكك اي حد اي ملاك انا تروح ايه نسلو كده ده برده من ضمن الصور عند الباتيلا عند الباتيلا عند الباتيلا انسرشان اللي لاقي فيه ابنورمال سيجنال ولو خدنا اجزة هتلاقي ان البستيرور اي حاجة اسمها عشان يعري tremendous نفس المنظر ده عند إذا تجد من الصين الأطفال و المصابر المصابر يحصل أكثر في الأطفال هذه نوع من الأشياء الشهيرة الضوء دلتا سين لكن يصبح أكثر في المنسكس الميديا المنسكس أكثر تعمل الـ A WBCL أما الاترال المنسكس تعمل الـ A WA double delta sine جدع بسكويد يجيب لك كده وكذا منظرة بعد عند اللاترال بص على الاترال المنسكس على طول هتبصت لها عملت البوطاي واحد اثنين ثلاثة أربعة زادت عن اثنين أو زادت عن ثلاثة على حسب السيكنس اللي انت مقطع به يبقى هذا ايه بسكويد لاترال المنسكس ممكن يجيبها لك في الكرونال تلاقيها دخلة كبيرة جدا مقارنة بالميديا وتلاقيها وصل لحد الانتركندائل والموتش شوفناه بالكده على مقظم وليها كارت الاشكاب تقيس الكارت الاشكاب لأكثر من واحد ومصة تبقى ايه كوندروساركام برضو يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن تيجي وان كده يعني مش كامل قوي ان الـ MCL نفسه يتقطع و الـ MCL نفسه يتقطع و الـ MCL بتاعه ليه تلاتة جريد يئما الاول الـ MCL السليم لكن حولي اديما اسمها جريد والو الـ MCL بتده يتأثر سواء بـ ترسل فيه ابنورمل سيجنال لكن الـ مواش كومبليتي تون لو بنتده خلاص الـ كومبليتي تون بقى ايه جريد ايه جريد ترين هنا طبعا ده بي سي ال تير بي سي ال تير بي سي ال تير بي سي ال تير ناشب جدا نادم ان هو يتقطع في الغالب العيان اللي عنده بي سي ال تير سيطلع كان عمل حادثة عربية يعني اللي بيعمل بي سي ال تير في الغالب الـ الـ اللي هو الـ داشبورد انتري وهو قاعد كده راح تدخل الخطة جات من هنا راح تمرجع اعتيبيا الوراء جامد حصل بي سي ال تير بي سي ال تير بي سي ال تير باعدين هردوها يقول لك بقى بعد ما يخف اللي عنده اللي عنده والديني يجي يعمل بقى تبصة تلاقي ايه ال بي سي ال مقطوع هو يقول لك اه هو عمل حادثة عربية من شاء يعني لاحصتها في استرى كثير يعني واضح نبقى كومنست كومنست جيه مردو مدن الحاجات ال او يعني سبوبة الموزق لحد كبير ان ال اي سي ال كبير جدا اخين جدا الفايبرز معدية في وسطه ورغم انه فيه سي جنال وعاملة زي ما تكون فيه سي ستاتي بتادة تتكون جواه لكن بكده الفايبرز ماشية وجواه السيلير ستوك أبيرانس بتاع ال اي سي ال ده الميكويد بيجي مريشن تقع تدور 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 ومتاخدش بالك ان الكوادريسيفس تندون مهطوع كوادريسيفس تندون رابشر كوادريسيفس تندون رابشر وده ممكن تلاقي الباتيلة راح توقع تحت يسموها باتيلة بها الكوادريسيفس تندون رابشر ممكن يحصل نتيجة تروما او فورسفول اكستنشن حتى من غير تروما ممكن يجي حتى من غير نان تروما خالص زي في حالات الايه ورماتويد ارثريتس ورين الفيلير هادي شايف حاجة فوق الباتيلة فوق الباتيلة في ابنورمال سوفت تيشو ليجم اربورايزين في سوبرا باتيلر باوتش واخد الفات سيجنال ماشي مع المرو لو عملنا جلنا كمان الفات سابريشن تليها الطافة معها لايب Oohns دي اسميه ليبوما dollardsens ليبوما Larguma دي صعب عالك شوية ومش مش مشryw appears ألاㅋㅋ يعرفوها ده الليو تيبيال بنت ده فوق القديمة عامة ده الليو تيبيال باند ده حاجة اسمه F librشان shindrome هلينو تيبيال باند العمل يحتي بس Barcelona مش مهم آول موجود في البستيرور كابسول بتاعت النية في لاو سيجنال المفروض عشان اجيبها لك صح اجيب لك في تي وانت لايه هلو في تي توت لايه هلو اجيبها لك كمان في الجريدينت لايه عاملة بلومينج دي حاجة اسمها ايه فيجمينتد فيلونوديولار ساينوبيتس ده برضو ساينوبيا تيكنيم بروليفريشن وا 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 شبه شوية بتاع الايه الساينوبيا الاستو كوندرماتوزيز بس هنا ما بيحصلش عليها انها بيحصل عليها المسادل دي بوزيشن وهو ده سبب اللو سيجنال في تي وان وفي تي تو والبلومينج في ارتين اللي برضو لو عملنا السابقة هتلاقي ان الساينوبيا البروليفريشن عالي جيدا برضو منو ارتيكلر اكتر حاجة وبردو الكومونستجوينت هو النين لو جبنا نقف الشولدر هنجيب ايه نجيب الحاجات الواضحة الكبيرة احنا عندنا سوبرا سباينيتس هنا روتاتور كاف فول تيكنيستير وحصل عائزة اقول لا كامل ده. في حاجة اسمها تينينوباتي الحاجة اسمها تير حاج疫 اسمها حاجة اسمها تير ايه دول مصبع التينواتي انه ان تي باقي في ايه اب نورمال ت lacking بس يا دوبك يعني سيجنالقت진짜 لكن لي 생ما شي ان ياتيبه ايه? التندل ده فيه السيجنال بتاعته عالية قوي قريبة من يبقى اسمه تير. ده ايما يما لتحت نحية الجوينت يبقى اسمه يا اما فوق نحية البيرسة اسمه بيرسل صايدل. يا اما في المص اسمه ايه? ايه? الارتيكلر هو المستقامة. لقينا بقى ايه? حصل فليوت جاب كل الفيبرز اتقطعت كريني كودلي يعني الارتيكلر صايدل والانترستيشل والبيرسل صايد كلهم اتقطعوا ده اسمه فول ثيكني ستير اسمه ايه? فول ثيكني ستير ممكن تلاقي فول ثيكني ستير في قط والقط الورا في بقيت في بقيت قط معدية في في تندل فايبرز معدية برضو اسمه فول ثيكني ستير لانه حصل ما بين الصب اكروما وما بين الجوينت برضو اسمه فول ثيكني ستير بس مش كمبليت نقول كمبليت دير انت لو حصل فول ثيكني ستير الانتر و بستيرو ديامتر كله يبقى كل الانسرشن بتاع السوبرا سبيناتس او بتاع الراتيطر الكاف اللي هي اهمهم من السوبرا سبيناتس اتقطع من من الانتيرو للبستيرو من السوبيرو للانتيرو يبقى اسمه ايه؟ كمبليت فول ثيكني ستير وغالبا هيحصل ريتراكشن لماية تندينيس جانشن وغالبا باعشو يحصل مصلي ايه؟ اتروفي لانها خلاص معديك الشغالة ميقعم يقول ماسيف تير لو فيه اكثر من اثنين من اثنين ماسلز من الروتيتور كافتا اطعام سوبرا سبيناتس مع الفرا سبيناتس سوبرا سبيناتس مع السوبس كافي لارس دا الموصل كامل كمبليتشن ساعتها بيحصل ماسيف تير وده بيحصل احيانا مانتروماتيك في حالة لايه؟ روماتوريات أدرس روماتورياتي سوفرس باينتوس وإنفراس باينتوس وإطعوكم كلهم وتلاقي ان الهيومرا الهيد لا يوجد اي حاجة مسببتها لتحف يحدث لها سوفيروم مايجريشن وتروح لازقه في الأكرومين بروسيس ومثال الجوينت عصر فيه أثروبتي عجيبة جدا ما هي هاشة تدستربيوشن مع الأثروبتي العادية بسبب سوفيروم مايجريشن متاع الهيومرا الهيد لفوق الحاجة الثانية التي ممكن تيجي في الشولدر الانتيرو شولدر ديسلوكيشن انك تلاقي الانتيرو لبرا مطوع في الانتيرو لبرا مطوع ديسلو كارتليشن بانكيرت ممكن يكون مكسورة حتى من الجليمويد باسم وساعتها اسمه الابسا لو قلت بانكيرت هو بانكيرت ماشي مش مشكلة في الاخر هو ايه بانكيرت برضه دي حاجة اسمها شبه كده البرامنسجل سيست بتاعت الني ممكن يجي جنب الليبرام لما يتقطع يحوش في لود يعمل حاجة اسمها ممكن فيه سيست تانية جانجليون سيست تيجي عند الاسمينو جلينويد نوتش ادي الجلينويد واده الاسمينس بروسس بتاع الاسكابيلة تيجي عند الاسمينو جلينويد نوتش جانجليون سيست اسمها سمينو جلينويد نوتش سيست مشكلة انها ممكن تضغط على الميرفات هنا تعمل هنا برضه ده مثال كامل تير في سيست تير في سوبر مائجريشن زي الهيومرى الهيت سايب الجلينويد حصى فيه وطنعت لفوق وراح تلزقق في اكروميون بيبتدي احصل هين قوصه ايرثرايتس و هين قوصه ايرثرايتس مش طبيعي في الهيد لو جيبنا هند طبعا ايه الاباسكولها النيكروزو نتابعي ستعرفها بالنحية الثانية. هنا الناحية الثانية فيها ممكن ما تاخدش بالك منه. لكن هنا واضح جدا جدا. ممكن ان الناحية الثانية. عشان كده لازم تبص على الناحية الثانية. يان جميل وجايب بين ومش ما فيش افاسكولار نيكروزز. وقلقيت ان الاديما واخد الهد والاستيندين للنك. ليه ايه ترانزين وتقص بروس افزا هيد. او ساعة يسموها بون مارو اديما سندروم. ساعة ساعة ميجراتوري او ساعة ميجراتوري او ميجراتوري بون مارو اديما سندروم. هنا عندنا حتى ما شفناش حاجة يبقى ايه ترانزينت افزا هيد نانية مرة واحدة. تتأكد في الحالات دي. تتأكد في الحالات دي. انه مفيش اي فراكشور. مفيش اي فراكشور هو اللي عامل الاديما. ان احيانا دلوقات في ناس بتنازع تقول لك على فكرة بقى كل الترانزينت افزا هيد ده اللي بتبقى موجودة اكتر عند الريست. عند الريست جوينت. موجودة عند البيزو تراكيترويل او عند السكافويد مش مشكلة في الآخر في الدورسة الاسبكت. سيست عادية جدا له في تي وان وهاي في تي تو. ممكن تكون لها انترا ارتكيلر اكستنشن تكون كونيكتد بالجوينت وممكن لأ. دي جانجليون سيست. برضو من ضمن الحاجات الشهيرة في الريست. امر اي. الكاين بوكسي ديزيز ومعها سنة ايه. سنة نيجاتيب المر فاريانس بتنساش تقول. ممكن يجي لك بتاع السكافويد. ومعها افزكول المر فاريانس في البروكزيما ممكن يجي ان في بوزيتيب المر فاريانس. الالمة طرعه قدام خالص. وحصل بقى كوندروماليشيا واستوارترايتس في الالمة وفي اليونيت وفي ترايكيترام. لو بيسمو ايه. الموكاربال أباتمنت. الموكاربال أباتمنت سندرون. اخر حاجة على ما اظن. ده هنا ترايانجولار فيبروكارتليج تير. ترايانجولار فيبروكارتليج تير. ده ممكن يجي تروماتيك وممكن يجي ديجانراتيب. وليه اسمها. طالمر كلاسيفيكيشن. هي اللي بتقسمها لتروماتيك وديجانراتيب. ونحية انيسايدو. بتعمش مهم ما خلص عليكم. لكن في الاخره هو. هنا برضو في الريست. ممكن يلاقي. الريتناكليم بوز. والحطة اللي تحتها مليانة. ودخينة جدا. ده. ده. خلص على ملياناتيك. يمكن ما يجي بي لاتريل. يمكن ناجي بايلاتريل. في الخلص. تي بايلاتريل. في الريتناكز. يمكن ناجي. في حالات الروماطويد. يمكن يجي. في حالات الاكرو ميجري. يمكن يكون. نتيجة السكندريكوز. يعني. وليس وقت نشوف. يمكن تلاقي. مولا. او اي في الانكل اهم حاجة طبعا التندو بيحصل احيانا كتير مش عند الانسيرشن بيحصل من اثنين اللي ستاقصمت دي اللي هي اللي بتاعت الاخيلوستندون وممكن يحصل فيها الايه? الاكيلوستندون او رابشر وده اكيلوستندون ممكن يجي اصلا الاكيلوستندنوباثي او زانسومت لقيها تخين جدا وفي ابنورمال سيجنال لكن ما هوش مقبوع يا اكيلس زانسومت معلش انا حجر لكي انتو تعبت وانا تعبت وليس المحل الانزل على انتو إذا نرى الانسيرشن ستلاقي ان فيه ايه شطايدا بروسيس طلع من التيلوس لوره الساعات يكون مفصول خلص وعمل اثلك اللي واحده اسمها ايه? اثريجوني اسمها اثريجونون كريم اثريجوني اثريجوني ترايانجلر اثريجوني الصغيرة ورى التيلوس سواء هو شطايدا بروسيس او اثريجوني لكن لقيت فيها مروا اديما وحاليها فليود اسمه posterior ankle impingement هنا لو خدت بالك في stress fracture على dorsal aspect of the calceneus وده من ضمن common sites لل stress fractures في الفوت هو وال metatarsals وساعات يجي في ال navicular وساعات يجي في the talus لكن calceneus stress fracture ده مهم جدا في dorsal aspect و surrounding مارو ايه مارو ايديمة وحتى في soft tissue ايديمة شوية في posterior compartment التيلس ساعات يحصل فيه عند تيلر دون كده في osteocondrial lesion شمه بالضبط الاستيو كوندرايس السيكانس اللي بتحصل في ال knee بتحصل في التيلر دون برضو اسمها استيو كوندرايس السيكانس وده هنا الكورونا البداعه استيو كوندرايس السيكانس ده حالة سيتي منبص لقينا عند السيكرام في ال lower spine في large soft tissue component aggressively destructing hypo dense لكن فيها multiple bony calcifications او bony remnants باسما ايه كوردوما تقصت لقيها كأنها hypo dense كأنها cystic spaces وفيها ceptations ده كاركتوريستيك ليه الكوردوما كوندروساركوما تمشي كوردروساركوما بس الشكل ده مميز شوية للكوردوما لكن كوندروساركوما الميتاستيز multiple myeloma اللي هي بلازما سايتوما يعني هنا باستركت بقوي كده وصفت تشو كمبونت قوي للدرجات يعني يعني متحطش في ال في الالبوم عندناش غير حالتين حاجتين ثلاثة هم اللي يعني نبصوا عليهم لو لقيت رابشار للعضلة اللي قدام اللي رايحة تنسرت العضلة اللي قدام رابشارة وحصل فيها ريطركشن عني عضلة دي بايسبس رابشار وراتراكشن العضلة اللي وراء اللي بتبقى ماشي في الأرمى من وراء عشان تمسك في ال magnus تبصت لايه هنا لو رابشارة العضلة اللي وراء وفقسامة الانسرشن دي ممكن تيجي عند الميديا الابكون واللاترة الابكونتار الي حصل فيهم ايبي كوندلايتس دي برضو مضمن الحاجات المشهورة شوية هتلاقي فيها ابنورمال كده وفيه فيها. اخر حاجة. ليه اخر حاجة? لحد شايف حاجة? بالزبط دي فيها هنا. وده شكل بتاع طفل صغير. هتبقى اول لحد رقم عشر هتبقى لإيه? من واحد لعشرة. شكرا جزيلا تعبدوكم واتمنى انتو تكونوا يعني استفادوا.